يعني كينيا خلاص ده مفهوم لازم وضروري جداً أوي خالص إنه يحصل ضخ استثماري من مجتمع رجال المال والأعمال المصرين إلى كينيا واسر كينيا فقط هنا بقى الحد هنا السؤال إحنا لازم نفكر إزاي هنشتغل في أفريقيا بمنظومة معينة إحنا بقالنا أربع سنوات وفقا للتوجه اللي إحنا شفناه بنستبقي ونستقي المعلومات القادمة من القرن إحنا ما كانش عندنا كان عندنا فقر معلومات سواء من اتجاهنا كمجتمع أعمال وأعمال أو من اتجاه القرنة الأفريقية هم لا يعلمون عن ما حدث في مصر وخلينا نقل لك حجم الانبهار اللي بيشوفوا الأفرقى لما مندعوهم في زرادة الجنة وبعسان وشوفوا العاصمة الإدارية وشوفوا حجم الكباري وحجم مطقة الصداف قناة السويس ما فيش بهم برضو ما عندوش معلومة وإحنا ما كانش عندنا معلومة كاملة نظرا لفترة انقطاع أكتر من 30 سنة الآن المناخ مهيئ وممهد عشان نعرف حجم هذه المعلومات اللي أنا بيحكي لك النهاردة جزء كبير جدا منها ربما الشارع المصري لا يشغلوا بكل هذه المعلومات اللي حكيتها لك لأول مرة عن الإسبوع الكيم هل تعلم يا سيد يوسف أن كينيا أنهت قبل خمس سنوات 85% ما يحتاجها من الطاقة هل تعلم يا سيد يوسف والسادة المشاهدين أن كينيا 85% ما يحتاجها من الطاقة معظمها الطاقة نظيفة منطقة الرياح وأن أكبر مشروع موله بنك التنمية الأفريقي في كينيا منطقة الرياح مشروع مهم جدا اسمه وعايز أقول لك أن الناس دي خلصت هل تعلم أن الكينيا الآن في الاقتصاد الرقمي وفي الفاين تيك وفي الدفع للمدفوعات عن بعض ودفع بالموبايل على كافي أصبحهم بيطلقوا عليها السيليكون سافنة حلوى إذن هل تعلم أن النهاردة كينيا عندها تنوع في السادة الاستثمارية أنا لا أسوق لكن أنا النهاردة بدي رسالة لكل الشارع المصري اللي ابتبعنا قد إيه لابد أن يكون لدينا إيمان وصدق يقين برسالتنا مع عمق القرى الأفريقية لتأخرنا عنها كتير ربما نترك يعني نعمل الآن لأنفسنا وللأجيال القادمة الاهتمام بالعمق الأفريقي كما يهتم كل دول العالم كل الأقطاب في الأحق الأم تتصارع على قرى الأفريقية وتعرف هذا المدى الأهمية هل بدأ المستثمارين المصريين يهتموا بقى بمسألة الاستثمار في كينيا؟ لا هي الفكرة اللي مش استثمار بس شوف أنا قلت بأكبر أن ما حدث في المشاكل التصوديات العالمية والتحديات ربما تأتي الإنجازات من رحم الأزمات الآن الشارع المصري كله يتحدث عن التصدير ويتحدث عن الحصيلة الدولارية وهناك اهتمام وحالة حركة فكري وفي ناس بدأت تدور وتروح جهاز التمثيل التجاري وتشوف الجامعية الفلانية وتخبط على فلانية دا لم يكن موجود قبل سنة 2-3 نكتفي بالسوق المصري ورجل شغال 120 مليون الآن الحاجة أم الاختراع فبدأ يبقى في حالة تحول إلى التجارة مع القرى الأفريقية سواء بالاستيراد للسلع والخمات والسلع الأولية والقرى تكتز بذلك أو التصدير لذلك أنا ذكرت معك في أكتر من برنامج سابق بعض هذه المعلومات خلينا أقول للناس علشان يبقى عندنا احنا قدرة ورؤية عن دول القرى عاملة إيه يعني الصورة الزهنية القديمة إن القرى مش عارف الأرض فيها إيه والناس عندها أمراض إيه هذه الصورة يعني أنا حديثي النهاردة عن كينيا وهو حديث لينقل تكسيدا حقيقيا للشارع المصري كيف تكون كينيا البلد التي لديه تاريخ في إنتاج الشاي والقهوة والضرر البيضاء وقصب السكر نوقف؟ لا هنقل حاجة تانية خالص بر السندوق الظهور الحاصلات البستنية كينيا تلاعب العالم في إنتاج الظهور مع هولندا وبرص الدبي للظهور كينيا هتسقط لا كينيا عندها الآن توجه في الثروة المعدنية الحديث عن الظهب السودا أش الحجر الجيري الفلوسبار هننتهي لا الفلوسبار ده هو إيما واحد أهم المعادن النفيسة الهم جدا بتستخدم في صناعات دقيقة وحساسة حلو خلاص تعال هنتحدث عن السياحة بقى الناس اللي متفاكلة أن السياحة ما بتجيبش دولار لا كينيا بالمحميات الطبيعية أشهر محميات طبيعية في العالم حدائق المفتوحة حدائق المفتوحة مساي مارا كلمانجارو مونتين الجبل كلمانجارو ماتساو الوطنية حدائق المفتوحة المحميات الطبيعية كل دي محط أنظر ومقصد سياحي لمعظم دول العالم نحن لابد أن نعلم تماماً أن هناك صناعات جديدة الآن للملابس والألمونيوم الصلب والسجاير والأدوية في قلب كينيا بتقوم الآن ده معناه أن في دول حد النيل هم عندهم منبسة وعندهم اتنين ميناء فرعي وبالتالي هي تخدم دول حبيثة خلفها وبالتالي وجودك في كينيا للتجارة مش لاستثمار فقط ده هي خليك تدخل لأسواق ما يقوم ب250 مليون نسم لأنها ديها سبع دول جوار فتبقى كينيا مركز مركز نقدر كتجار بكل المستويات بكل الفئات يعني حتى لما تدخل الدولة متقدمة في فينتيك أو في الاقتصاد الرقمي في أفريقيا يبقى عندك فرصة أنك تشتغل تكنولوجيا مع علومات طبعاً يعني أنا دايماً أقول أن مثل هذه اللقاءات قبل كده كنت معاك واتكلمنا عن زيارة السيد الرئيس قبل شهر بس أيوة كنا في أنجولا كنا في موزنبيق وكنا في زنبيا وقلنا أيامها أن أنجولا دي من أكبر الاقتصاديات الآن اللي فيها استقرار سياسي وفيها نفط وفيها طال وقلنا أن موزنبيق واخد قرد وبتشتغل على ائتمان 400 مليون دولار لمشروعات غاز في موزنبيق وتبقى تاني دولة زي مصر لما طلعت حقل ظهر وحقل إيني يبقى الشغل في موزنبيق ده معناه إيه؟ معناه أن حجم الطاقة الموجود في مصر من مصانع ومعدات وخبرات الجزء المعطل منها لو تم توزيع والاستفادة منه في القارة الأفريقية سنحقق أكبر عائد ممكن الدول الآن تقوم بدول المنظم وبدول القاتلة الأساسية لكن على الخطوط الأخرى الظهير سواء كان قطاع خاص أو مجتمع مدني الدخول خلف القيادة السياسية اللي عملت 11 مزرعة نموذجية في القارة في قاطرة مصر في 8 سنوات حتى تكون نواة استرشادية لكل من يريد أو يسق فيه أن هناك فرص زراعية في القارة الأفريقية فكانت الدولة عليها دور المبادئة الانيشيتيف التواجد أيضاً الوجود المصري الأفريقي الآن أصبح في وضع يعني ربما ما فيش أسبوع خلال 10 سنوات لا يوجد لدينا في مصر سواء منوك المركزة الأفريقية محاكم الدستورية الأفريقية زيارات أفريقية مستمرة ده اللي خلينا نبدأ نركز مع العمل الأفريقي